موضوع استغلال الأطفال في التسول هذه المواضيع التي حضيت باهتمامها في وزارة التضامن وتم عقد أول اجتماع في الموضوع بتنصيق مع رئاسة نيابة العامة في 4 جنبير 2019 يعني اعتبرنا في 4 جنبير 2019 أول لقاء اللي لأول مرة كيجمع ما بين وزارة التضامن وما بين نيابة العامة وما بين الشركاء الآخرين يعني من وزارة وقطاعات الحكومية المعنية ومؤسسة الوطنية المعنية ونا شخصيا معتز جدا بهذه المبادرة للروح الوطنية العالية التي عبر عنها كل أعضاء اللجنة سواء اللجنة يعني المركزية التي تم عقدها في 4 جنبير أو اللجنة أنه بعد 14 شهر عقدنا لجنة فاتح في براير عقدناها في فاتح في براير من أجل دائما برئاسة يعني رئاسة مع رئاسة مع السيد يعني الوكيل العام مع حضور القطاعات والمؤسسات الوطنية المعنية بما فيها الأمن الوطني بما فيها يعني كل مؤسسات المعنية يعني اعتزوا بهذه المبادرة لأنها خلقات واحدة ديناميكية وطنية والجميع كان يجمع داخل هذه اللجنة على أن هذه المبادرة مهمة جدا وينبغي إنجاحها وبالتالي نطلقنا بواحد المقاربة في المتواضع أننا بدينا من مدن الرباط سلا تمارا اشتغلت الفروق الميدانية وهنا نقول أنه تعمل واحد عمل جميل جدا أو مهم جدا وهو تعمل دليل دليل يعني دل عمل ما بين أعضاء هذه اللجنة والقطاعات التي يعودوا فيها تعمل فارق ميداني وهذا الفارق ميداني كان يشتغل في لقاءات مستمرة وبتنسيق تام مع النيابة العامة مع القضاء مع السلطة القضائية من بعد تقريبا 14 شهر وكتعرفوا كانت في وسطها فترة الحجر الصحي اللي يجعلها تقريبا مدن المملكة ومدن العالم خالية من أي بشر كيفما كان متسويل أو غير متسويل أولاً كي يخدوه من فضاءة الشارع كيفتحوا معهم تحقيق عرفوه شكونا وما الذي تبين أن أكثر من 90% مصحوبين أو مرافقين بأمهاتهم يعني كان حالات قليلة اللي فيها أحد من الأصول أو أحد من العائلة ولكن في أغلب الأعم في هذه الجهة ديالاً ربا تسالة مرة تبين أن لكي يستغلوا الأطفال أكثر من 90% كما قلتهم أمهاتهم وبالتالي هذا طرح علينا يعني واحد سؤال حقيقي وتحدي حقيقي من ناحية التقافية من ناحية كذلك الإجرائية والحمد لله كانت واحدة الالتقائية مهمة جداً بين فريق العمل الميداني هنا في جهة الرباط سالة مرة كانت تعاون كبير اليوم تفقنا في اللجنة المركزية التي تم عقدها في فاتح فبراير إلى تعميم هذه التشريبة على المدول اللي فيها مركز مواكبة حماية الطفولة مكناز تم اختيار مكناز تم اختيار أقادير مراكش وسنستمر طبعاً في الرباط وطنجة لأن هذه المدول عندنا فيها مركز مواكبة لحماية الطفولة فيها بينيا قائمة هذه المركز مواكبة حماية الطفولة اللي فيها الجناء إقليمية مكلفة بالطفولة يترأسها السادة العمال واللي صدر فيها قرارة عملية في هذا الموضوع واللي الهدف من إنشاء هذه اللجاة الإقليمية تبعاً للمنشور سيد رئيس الحكومة هو تكون واحد الالتقائية بين كافة المتدخلين جواب مشترك وطني على المستوى الإقليمي خاص بإشكالية لك يعيشها الطفولة فأضفنا لهذه الخطة اللي هي خطة حماية الأطفال من التسول واليوم عندنا دليل تضمن كل مراكز الموجودة على المستوى الوطني اللي كتقدم خدمة على مستوى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لأنك تعرفوا أول حاجة وأول مكان كي تحتاج عندما يتم مساحب الطفل من يعني الطفل الذي يستغله في التسول هو مركز من مؤسسات الرعاية الاجتماعية اليوم خريطة هذه المؤسسة موجودة تم وضعها إشارة النيابة العامة ونحن نشتغل على أساس ونصدر قريبا هذا الدليل الذي تشتغل به اللجن الفرق الميدانية وعندنا قناعة كبيرة داخل هذه اللجنة بأهمية حماية الأطفال من الاستغلال في التسول لأن التسول كيمكن يكون التساهل مع الأطفال مع استغلال الأطفال في التسول في المدن الكبرى هو مدعات لأن هذه الأطفال يحترفوا أو يمتهنوا التسول من جهة ويبتعدوا على المسار الطبيعي دي لهم في الدراسة أو في التكوين وفي نفس الوقت كي يكون مصار أن هذه الأطفال يعني عرضة لكل مخاطر من بينها الإجرام والإدماء وغيرها هو الإجتهاد الذي تم العمل به الإجتهاد اللجزء أن نسميه إجتهاد ميابة العامة وأننا في مرحلة أولى بما أنه الأمر متعلق بالأمهات يتم فقط يعني تخوفهم وتهديدهم لأن القاضيات المكلفة هنا في الرباط وسلوة المرأة يعني كيقوموا بواحد العمل كبير جدا ويسعين إلى أنه الأم كيهددوها أنه في حالة العود ستحرموا من الطفل يتم تهديد الأم في حالة العود ستحرموا من الطفل هذا برنامج كيف ما قلت هذه الخطة مهمة نحن اليوم في طور مزيد من إغنائها مزيد من توصيل المواقبة القانونية التشريعية القانون موجود القانون يجريم العملية القانون يجريم التسول يعني واضح التسول في المغرب مجرم نحن بشينا الزاوية للأطفال لأن التسول بالطفل ما شي هو التسول بدون الطفل بالمناسبة التسول بالطفل التسول بالطفل مكسب يعني شو نقوله مربح التسول بالطفل مربح التجربة كتبيين أن اللي كيتسول بحده ما كيتلقاش بزاف ديال العطف لهذا يتم استغلال الأطفال اليوم الإرادة موجودة طبعا التعبئة لابد أن تكون كذلك على مستوى مجتمع مدني على مستوى النخب اللي نتعبأ جميعا لأن هذه القضية مش غير قضية قانونية القضية غادي تقوم بها وزارة التضامن أو النيابة العامة خصنا الضمير المغربي ضمير المغربي أو الوعي المشترك فيما بيننا أن نستوعب جميعا أن هذه الظاهرة لا ينبغي التساهل معها كل من موقعه وكل من مسؤوليته انتقلنا تجربة أطلقت أولا في مدينة الرباط سالة تمارا اليوم تم اتخاذ القرار على مستوى لجنة القيادة اللي تعقدت الفاتح في براير أننا نتوسعوا إلى المدل اللي فيها مركز المواكبة لحماية الأطفال مراكش من مكناس طانجا أقادير طبعا بعد مرحلة أخرى مرحلة تالية سننتقل إلى تعميم هذه التجربة وتشديد على منع على استغلال الأطفال في التسول في كافة أقاليم المملكة إن شاء الله بإذن الله ترجمة نانسي قنقر